كان لازم بقى اتصرف واعمل لهم اكل مطاعم في البيت لان همهم صممين يجيبوا اكل من برا دخلت مطبخي وقلت لازم اتصرف جبت بسلطين وبشرطهم حطتهم في الحل عليهم معلقتين من الزيت وسبتها تتشوح كده مع نفسيها بعكاها جبت حباية واحدة من البتنجان وبدأت اللي انا انا غزى بالسكينة بالشكل ده وكده ورفعتها على النار هتتشوي معايا وهقولي كان هعمل بيها ايه كل شوية بقلبها على الوش دوت والوش ده شوية جبت بقى معايا السمك الفلين اللي كان عندي في الفريزة وكمان كان عندي شوية جاء مكارونا كده سمك مكارونا قلت لزوم الحركات بما اني هو اكل مطوعب جبت معلقة من التوم المفروم وكمان معلقة من الفلفل الحرائي المفروم وديقدر تستبعيدي خالص من الوصفة عصرة لمونة حلوة كده ولو اللمونة صغيرة ديقدر تحطي اتنين بعد كده حطيت حوالي معلقة صغيرة من الملح وبعد كده شوية من الكمون وقلب كل دوت مع بعض هيتقلب مع بعض وهنتبل السمك كويس جدا بعد كده رجعت للبصلاية تاني لقيتها لسه متحمرتش معاي هفضة المستمرية في التقليب لحد ما تديني اللون اللي انت شايفها دوت كده في الوقت دوت بقى نفس الدقة اللي احنا عملنا بها السمك باللمون بكل حاجة هناخد منها معلقة ونحطها على البصلة ونحمر كله مع بعض طب الدقة دي عبارة عن ايه؟ الدقة ديت زي اللي احنا لسه قيلنها مع بعض بتاعت السمك بالزبط بعد كده حطيت الميا بمقدار الرز وشوية الملح وسبتها لحد ما تاخد غلوة كنت غسلت الرز معاي ونزلت بكمية الرز كلها وغطي الحل واسبها بقى تاخد غلوة وبعد كده هوطي عليها النور البتنجانية في الوقت دوت كاتت شاوت معاي اشرت القشرة بتاعتها وحطتها في الكبة وحطت عليها ربع كباية من التحينة ومعلقة صغيرة من التوم وعصرة لمون شوية شطة وشوية ملح وكمون وطبعا ما تنسيش الخل خلاص دربتها في الكبة وبقت معاي صلطة تحينة طعمها حكاية صلطة باب غنون تعالي بقى لزوم الحركات نعمل لهم اكل نعمل لهم شوية صلطة جنب الاكل قطعت الخيار والفلفل وكمان شوية كده من الخضرة وكمان شوية من التماطم بصلاية قطعتها صغيرة وحطت عليها شوية ملح وخل وعصرة لمون وطبعا ما نستش الشطة تعكتهم مع بعض كويس جدا لحد ما البصل نزل الميا بتاعته مسكت الخضار كله وبدأت اللي انا قلبه مع بعض بالشكل ده هفضي بقى في الطبق وتعالي نشوف هنعمل اتاني مع بعضين في الوقت دوت خلاص الرز دخل في السيوة قلت لازم اقلي السمك حضرت معاي كوباية من الدقيق عليها ربع كوباية من النش وعليها شوية كده من الكركم وطبعا شوية من الملح مسكت الدقيق كله وقلبته مع بعضه وبعد كده جبت كتع السمك ولو عايزام ارمش اعملي الخطوة دي اللي انت بعد ما تحطيه في دقيق طلعيه حطيه في المي عايزة رحة البيت عندك ما تبقاش رحة زفارة خالص حطي كده عصرة لمونة او قشر اللمون في السمك وهو بتقلي وبعد ما تخلصي ولا يعود بخور الرز كان معاي استوى وبالشكل والجمال دوت كده كمان الجنباري لا مش جنباري مش جنباري استني بس خليك معاي كمان الماكارونا والقشر البيوك كان استوى معاي وكده كنت خلصت اكل المطاعم اكل مطاعم ده ولا مش اكل مطاعم يا متعلمين يا بتاع المدارس بس كده خلاص انت حكت عليهم وعملت لهم اكل صحي ومفيد وطعمه حل وزي بتاع المطاعم والتكلفة طبعا اقل من بره بكتير وطبعا لو عايزة القشر البياض او الفليه يبقى مقارمش اعملي الحركة اللي بقولك عليه عايزة يبقى طري كده وطعمه حل ما تحطوهش في المية يقليه على طول بعد الضي ولا المكارون لونها حلوة جدا وفتحة من جوة وبيضة وزي القشط يلا الفهنة وشفة خذي فكرة ونفيزيها بكرة لو انت اول مرة تتفرج عليها ما تنسيش تعملي متابعة وتقوليلي بتتفرج عليها منين السلام عليكم اشترك عليها